مشاهدين على تقرير المهن واليوم رح نتعرف على التطريز على الخشب مع الزميلة إخلاص دعتهم مع تطور التكنولوجيا تطورت الفنون الأمر الذي أدى إلى تغييرات عديدة في معايير ذائقات الجمالية المتجددة باستمرار وأصبح الفنان الأردني اليوم يبحث عن جذوره الإبداعية ويحاول أن يستعين بالماضي لينهض بمجتمعه في الحاضر والمستقبل أنا صراحة بعشق الخشب يعني أكتر شي بحبه بالشغل وبكل شي حتى بالنظر يعني ما أي شي بحبه بالخشب أكتر شي وخشب الشجر يعني مش الخشب المصنع الخشب الطبيعي اللي على طبيعته العالم الآن أصبح متجها نحو المهن والحرف اليدوية فالاعتماد على الشهادة الجامعية بات غير كافا نظرا لعدم وجود وظائف شاغرة كافية تلبي احتياجات الخريجين أبدا مش مكلف وبتستفيدي من شغلات كتير وبتطلع معك يعني شغلة جديدة من شغلة قديمة عندك أنت كنتي ما بدكيها حسب القطعة يعني حسب إيش بدي أعمل يعني مثلا ممكن في عندي الخشب هاي اللي وراي هاي أنا عملتها يمكن أخدت معي ساعتين يعني حسب القطعة وأنا إيش بدي أعمل فيها فيه شغلات بتاخد وقت أطول فيه شغلات بدها تقنية أكتر يعني حسب القطعة إلا أن عمل السيدة سوسا يتميز عن غيره باعتماده على خشب شجرة الزيتون الذي يبتعد عنه النحة والفنانون لصعوبة التعامل معه وصعوبة تشكيله أحيانا أنا ما بنشر أنا أحيانا بستعين بالنجار إذا كانت القطعة كبيرة يعني أنا مرات وأنا ماشي بالشارع بشوف هيك بتعرفي كتير في بكون خشب مقطع أو أشي قوله خشب الشجر باخدها بروح عند النجار لأنه هاي مش بسهولة أنا بقدر أنشرها يعني عند النجار بنشر لياها بالطريقة اللي أنا بديها برجع أنا بعمل منها الشي اللي بديها مثلا أنا بعمل رفوف ممكن والخشب الشجر تيب اللام كتير شغل الحرف اليدوية باتت تواجه خطر الانقراض في الأردن نتيجة للعديد من الصعوبات التي واجهها أصحابها وأهمها نقص رعاية المادية والمعنوية من الجهات المختصة أي شي بدي أعمله بأعمله بالمشغل بالخشب تيب اللام بدي أشتغل أنا مرات بشتغل بعثة في النخيل عفكرة بالأزاز رسم على الأزاز أصلا الخشب بحسسك بالعراق يعني شي كتير حيلو وأديم وأنا قلتلك بعشق الخشب والخشب جديد أديم بكل الأوقات بطلع معك شي حيلو السيدة سوسن تمكنت من تحقيق لو جزء بسيط من حلمها في مشروعها الإبداعي فهي اكتشفت ووظفت اكتشافها بما يحاكي الواقع وأبتعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر